إمام عشور موقفه إيه؟ برّة برّة؟ طبعاً ليه؟ قولاً وحيداً من المعسكر اللي فات خلاص هو عنده قناعة كابتن حسام حسن إنه إمام عشور لما قال إنه هو مصاب وخرج ما كانش مصاب فبالتالي هو عنده قرار نهائي إنه إمام عشور مش هيدخل المنتخب بس كابتن حسام يعني وعمل له كمين عمل له كمين؟ كابتن حسام تلع زكي هكمل على حسن كابتن حسام تلع زكي جداً فسأل الدكتور محمد أبو العلا قال له بيقول على عند شده وكده قال له لا ده سليم مفقوش آي حاجة فالكابتن حسام قال له طب إمام خلاص تلع ما مصاب لو عايز تخرج برّة المعسكر خالص إيه؟ ممكن تخرج فاتفاجئ إنه تاني يوم إمام عشور في تدريبات المدينة تدريب الأهلي إبقى أنت مش مصاب فعشان كده حسام مش هيشوف ونفس الموقف بالنسبة لإحسان الشحاب برضو مش هيدخل تاني يعني إمام عسين مش أخوش خالص؟ على الأقل فترة كبيرة الله أعلم إمتى ممكن يرضى عنه حتى لو إمام تقلق في السوبر حتى لو كان سوبرمان نا مع الكابتن حسام ما فيش أنا داي ما تعانيتش مع الكابتن حسام ماشي بس فيه والله لو مين حالة تقلق في السوبر فيه ضغط جماهير وفيه زروف أخرى أوامل أخرى على أي ضغوط إمام عشور برّى المتخب حتى لو هو سوبرمان طيب ممكن أقول لك حاجة؟ يلا كابتن حسام أول ما تولى المهمة كان زعلان شوية من صلاح إنه مردش وش عارف إيه والله ما جاش المنتخب والتفاصيل دي والأمور دلوقتي على خير ما يرام الحمد لله بين الكابتن حسام وكابتن محمد صلاح أومر مرموش كان الكابتن حسام حسن قال إنه لساعة لما عمل عمل عملية بعد نهاية موسم فرانجفورت في إيده وقال لك كان ممكن تتأجل أو بشكل أو بآخر يعني والعلاقة دلوقتي بقت ممتازة في مواقف حصلت بين الكابتن حسام واللعبين وسامحها واللعبة شاركت وكل حاجة ليه ده مش يحصل مع إمام لأنه إمام كان جوه المعسكر ويعني هو حسام بالنسبة لكابتن حسام حاسة إنه هو يعني ضحك عليه فهمني لكن مرموش كان هيعمل عملية وهو حاسس كلاعب إنه مش هيقدر ينتظر عليها إنه يأجل العملية الجراحية وبالفعل عمل عملية جراحية وتواصل هو مع الجهاز الفني ووضح ده وطلب إنه هو دايما يكون موجود حتى في المعسكر الأخير ده المباراة الأخيرة لما صلاح طلب يعني إعفاءه من المباراة مرموش كان طلب في الأول وبعد كده رجع قال لك كابتن حسام أنا عايز أكمل عشان أنا حاسس أن أنا يعني فيه علي يعني حمل جماهيري عايز أزبط نفسي أكتر وقدم نفسي أكتر مع المنتخب فالموضوع مختلف تماما اللي حصل معناه رشور ده هنطبق على حجازي؟ حجازي خلاص مش هنضم أيضا للمنتخب في الفترة القادمة خلاص إنني محمد إنني كمان مش هنضم بس خلي بالك فيه نقطة فيه نقطة إنه وضوع محمد إنني مختلف هو الكابتن حسام حسن خلاص قرر إنه ينزل بمعدل الأعمار أكبر لاعب سنة في المنتخب هيكون محمد صلاح باستثناء محمد الشناء في حراسة المرمو أكبر لاعب هيكون محمد صلاح مفيش لاعب سنه هيتخطى سن محمد صلاح عشان كده عمر جابر برا أحمد حجازي برا محمد إنني برا أي لاعب حتى لما يبدأ الدوري لو أي لاعب تقلق فوق التلاتين مش هنضم للمنتخب هو خلاص عنده استراتيجية هيكمل بالنزول بمعدل الأعمار وده اللي بدأوا من فترة ومكمل في الاستراتيجية دي عشان البطولات اللي جاية سواء كاس الأمم أو سواء كاس العالم وهل موسيقى